أهلا بحضراتكم من جديد كنت بأس المسر بروكتش قبل الفاصل عن أبرز ما جاء في اجتماعه مع لجنة تخطيط وأيضا كمان عن توحيد مبادئ اللعب كتابة الناشئين بالناد الأهلي إزاي توصل باللعب الناشئ لما يطلع الفري الأول يبه هو نفس النظام ونفس السيستم في الناشئين هو نفسه في الفري الأول نعمل تطور في مستوى مستوى اللعبين ويكون الشغل بعمهم بشكل افكتف فعال أكتر فلازم يكون عندنا معلومات عن كل لعب عندنا بعد رواته نعمل في تستات تعملت للعيبة وهن نبدأ نعمل تستات للموسم الجديدين من حاجات التي نتفقنا عليها يعني الكعسات دي خلاص بدأت موجودة خلاص يشارلوا على استيبوليو براد سلكتور موسي بيضا لازم تكون موجودة وموجودة بالفعل موسي بيضا دلوشي تي فاكت لذي يبدأ واحد لا يزال لنا لكن حاجات مستوى بحاجة يقدم تشاربات مشرفش في تأكد لذي كنت تتات لا يقدم لذي تكون هذه الأحيات وأنها تعتبرت داتا لنا ونقعد برضو بنعمل إنتربيوهات أو بنعمل إجتماعات مع كل اللي عيب عندنا في قطاع وبناخد منها برضو معلومات فمنشتغل بالمعلومات بنشتغلش عن طريق الصدفة يعني نعتمدش على الصدفة كويس Jeden z klíčových بودو بيل toho co jsme se bavili ميسيل نموžeme ميسلت něco مي مسíme prostě vědět jak to je ومن الحقات اللي احنا كلمنا في الإجتماع مع كبتن خطيب ولكن التخطيط إن احنا مينفعش نعتقد حاجة أو نعتمد على الصدفة بحاجة لازم نعرف لازم نعرف هل هم نعمل إيه وإزاي وليه كويس طب تعالوا نشوف مع بعض بعض الفيديوهات اللي استعرضها ميسر بروكتش مع كبتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط وتوحيد طرق اللعب يعني دي كان أول فيديو معنا هو استعرضه في الاجتماع ده كان لفريق الفيلم واحد أنا حاب ميسر بروكتش يشرح هو نشغل إلي ان شاء في ديواني لَّكيين يتعبوني لن أتحدث دعم يعني في ديواني ولكن ليس لذلك أنه يسمي في ديواني في ديواني ما يشوفوني كم يشوفوني معنى حاجاتي علي ميسر جب كم يحصلون على أعلك يشوفوني أنه يستعبوا والتي فرحة On وليس رحى لذلك عشان اي حدا ييجي يتفرج على مباريات قطاع النشئين هيحس ان في مبادئ لعب موحدة في كل فرق قطاع النشئين نسو بسيطو ستيم باكم هرائما رزيستا بني؟ سو بسيطو ستريكا ستيم يكس هراتشي خواهي؟ والمبادئ اللعب اللي احنا موحدين هدي لا ملهاش اي علاقة بالتشكيل اللي فرق تلعب به لكن اي لعب هتحط في المزيشن ده هيقدي نفس الوظيفة ونفس اي لعرف اي اي حاج اي علام وضائف مركزي المساحة اللي بيتحرق فيها وبيتحرك في ويطه في الهجوم وفي الدفع ده كلام مهم جدا علشان كمان كل جامهير الاهلي تعرف العمل الكبير اللي بيتم داخل طان نشئي من الاهلي تلوات باساليب علمية حديثة تلوات كمان كبتن كبتن يحدي يتعب بحاجة كبتن كان يوجد المهمة أعيبًا على أنقومة صارقة لاحقين أو عن حاجة من الحاجة ولكننا يجب أن نرؤس بكل مدي 흥ائ H pokemon وبالتالي يروح هذا المهمة تني نضح من هذا المشاق الذي يعتني بمهم يتعب بحاجة الرجال يتعب بحاجة المهمة يبتع بحاجة الرجال سنفكر لن نخطنا لنشاء من درب اللعيبة بيبصوا على الهجمة ككل يعني بيبصوا على المكان اللي بره كورة اللي بيحصل بره كورة وزي اللعيبة بتتعامل وبتتحرك بره كورة ده حتة هنا معلش ياسيبه برضو كامل نقطة دي تحضير الهجمة اللي احنا بنشوفها دلوقتي مع مصر مسيماني فوق تحضير الهجمة من تحت وحارس مرة نفس الفكر بيتنيه لك طالنا الشيء ده كمانا الفنو ستة يعني احنا شوفنا الفنو واحد والفنو ثلاثة نفس الفكر برضو بيطبق مع فريق الفنو ستة كل الفرق الكبيرة اللي بتلعب احد عشر كلهم عندهم مبادئ لعب موحدة طبعا احنا بنحضر الاسلوب اللعب والشغل احنا عايزين نعمله مع اللعب يعني اسلوب اللعب احنا عايزين نلعب به في الناد الاهلي طبعا وعلى اساس ده بنحضر الشغل بتاعنا والتماريب بتاع احنا برضو ما منشتغلش عن طريق الصدفة يجب أن يكون هناك من أولاد